وعربت الأمم المتعدة يوم الاثنين عن ترحيبها بتحرير الموصل بينما حذرت من الأزمات الإنسانية هناك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن تحرير الموصل يمثل خطوة هامة لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف محذرا أنه ما زال نحو 900 ألف شخص مشردين وأن الأمم المتحدة ستسلط الضوء على إعادة إنشائب التحتية في الموصل قبل أسابيع تشرد نحو 862 ألف شخص ونتوقع أن تجاوز عددهم ذلك نرحب بتحرير الموصل ولكن ما زالت الأزمة الإنسانية في المدينة موجودة وفي وقت لاحق سنسلط دولة تقديم مساعدات الإنسانية للموصل ويعدد بناء البنية التحتية هناك في أقرب وقت ممكن وأضافت تجاريك أن الحكومة العراقية ستقوم بإعادة توطين المهجرين وإعادة سيارة القانون ومنع عمال العنف ومحاسبة الجرائن وأن الأمم المتحدة ترغى في تقديم مساعدة بذلك